بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافئ والعمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل حديثنا في هذه اللقاءات إنما هو وقوف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدثنا عن البيت الحرام وعن المسجد الحرام وعن البلد الحرام وعن الآيات البينات في هذا البيت وهذا المسجد الحرام وهذه المعارف التي نتلقاها كلنا من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حري بنا أن تترجم إلى أعمال وآداب نتخلق بها ونتأدب بها ونحن بحضرة هذا البيت العتيق وأن يشعر الإنسان أيضا بأن ما يقوم به من عمل إنما يقتفي فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبين للإنسان أن العمل الذي يقوم به قد أنجزه وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله فإذن هذه هي الغاية وهذا هو الثمن وهذه الثمرة التي نأمل أن نصل إليها بوقوفنا مع هذه الأحاديث المباركات والتي جمعت في هذا المتن الموسوم بالأربعون المكية فجمعت فيه عدد من النصوص تحدثت عن البيت وكذلك عن الآيات المرتبطة بالبيت حديث الثاني والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس معروف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاز من العلم الكثير الذي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يروي لنا هذا الحديث الذي يعطينا أول دلالة منه وهو قضية الهيبة التي ينبغي أن تكون للطائفين وكذلك الهيبة لصحن المطاف وما ينبغي أن ينشغل به الطائفون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة مثل الصلاة بمعنى أن الإنسان في صلاته يتهيأ لها لملاقات من يقف بين يديه سبحانه وتعالى فجعل الطواف بهذه المكانة وكذلك أن الصلاة تحتاج كما أن هناك استعداد نفسي وقلبي لأدائها فإن هناك أيضا طلب آخر وهو طهارة البدن فتحتاج إلى الطواف ومن هنا قال جماهير أهل العلم على أن الطهارة شرط في الطواف على أن الطهارة شرط في الطواف فمن طاف بالبيت يلزمه أن يكون على طهارة يلزمه أن يكون على طهارة أي متوضئا أي متوضئا وإذا أحدث في وسط الطواف فله أن يخرج وأن يتوضأ ثم يعود مباشرة ويكمل من حيث توقف يعني لا يحتاج أنه يشرع من جديد فهذا إذا أحدث في أثناء الطواف في أثناء الطواف فإذن في قوله الطواف حول البيت مثل الصلاة إذن من ناحية الاستعداد النفسي ومن ناحية أيضا تهيئة البدن بالطهارة لأجل الطواف لأجل الطواف هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا أن المصلي لا يتكلم لأنه منشغل بقراءة الآيات وبذكر الله عز وجل فلا يجوز له التحدث فالطواف له مشابهة بالصلاة إلا أنه أذن للإنسان أن يتكلم فيه لكن الكلام شريطة أن يكون بخير وكذلك أن يكون لحاجة أي أن هناك حاجة لذلك الكلام وإلا الأصل فإن الإنسان ينشغل في أثناء طوافه بذكر الله عز وجل وفي فتح مكة وكان هذا في السنة الثامنة طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وكان هناك رجل من قريش هو اسمه فضالة فضالة فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل إلى ذلك الحين لم يسلم بعد وقد كان في تخطيطه أن يقدر برسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه وأن يقتله فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنى منه ذكره باسمه وهو لا يعرفه قبل ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفضال قال نعم يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك ما الذي في داخل نفسك وخاطرك قال قلت لا شيء كنت أذكر الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له استغفر الله يعني أنك لم تصدق في قولك وكانت تفق معه على مال وعلى أن يفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم وضع يده على صدري قال فسكن قلبي يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه صلوات ربي وسلامه عليه ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه فإذن هنا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه وهو يطوف وحديثه هنا كان لحاجة وكان أيضا بخير وكان سببا في إسلام فضاله رضي الله عنه فإذن هذا الحديث أعطانا أولا فضل الطواف وأنه عبادة عظيمة ولها أجر عظيم وقد مر معنا من حديث ابن عمر والذي ثبت فيه فضل للطواف فمن طاف سبوعا سبعة أشواط كان أجره كأجر من أعتق رقبه وكذلك أن من طاف بالبيت فله بكل خطوة يخطوها إن رفعها تكتب له حسنة وإن وضعها تحط عنه سيئة تحط عنه سيئة فإذن هذا فضل الطواف من ناحية الأجر لكن هذا الحديث بيّن له مكانة الهيبة والجلال والأدب الذي ينبغي أن يظهر به الطائف أن يظهر به الطائف وهو مظهر الخشية وأن يكون على طهارة والطهارة تعين الإنسان على ذكر الله وتبعد عنه وسوسة الشيطان فيكون سببا للحفظ حفظ القلب حتى يقبل على طوافه بهذا الأدب بهذا الأدب أيضا فيه تيسير على الناس وهو إباحة الكلام في الطواف لكنه بشرطين الشرط الأول أن يكون التكلم لحاجة وأن يكون بما هو خير يعني أن يكون هناك حاجة وأن يكون الكلام بما هو خير يعني لا يكون في سب أو شتم أو مجادلة أو غير ذلك الكلام الذي يترتب عليه إثم فهذا لا ينبغي أن يكون وكذلك الكلام غير النافع والذي لا حاجة له كمثل اثنين يمشون في الطواف ويتكلم بعضهم مع بعض ويتجاذبان أطراف الحديث فهذا لا ينبغي ولا يجوز في الطواف ولكن إذا كانت هناك حاجة والكلام بخير فيتكلم بقدر تلك الحاجة بقدر تلك الحاجة ثم بعد ذلك ينشغل بذكر الله عز وجل وقلنا أيضا اشتراط الطهارة في الطواف وهذا عند أغلب الآئمة يشترطون الطهارة للطواف فإذا من طاف بالبيت فعليه أن يتطهر والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كالصلاة والصلاة شرطها الطهارة شرطها الطهارة نعم وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن أي عبد الله بن عمر ما أراك تستلم إلا هذين الركنين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحه ما يحطان الخطيئة وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبه طيب هذا الحديث حديث بن عمر وقد سبق حديث بن عمير السابق الذي مر معنا في درس الأمس وفيه جملة ما تضمنه هذا النص والتكرار لهذا الحديث لما جاء في أوله من قوله أي عبد الله بن عمر ما أراك تستلم إلا هذين الركنين وهناك كان السؤال ما رأيت أحدا من أصحاب الله سلم يزاحم على الحجر كما تزاحم فكان هناك السؤال لأجل المزاحمة وهنا السؤال أنك لا تستلم إلا هذين الركنين فلأجل هذه الفائدة فالأول ذكر فيه قضية المزاحمة والثاني ذكر فيه قضية أنه لا يستلم إلا الركنين فقط بمعنى يستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود ويستلم الركن الذي فيه الركن اليماني أما الركن الشامي والركن العراقي فما كان يستلمه فلما جاء هذه العبارة في هذا النص تكرر الحديث فقوله ما أراك تستلم إلا هذين الركنين أي يستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني وتبين لنا السبب وهو أن الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود هما على قواعد إبراهيم لأن بناء بناء البيت الذي بناه إبراهيم مستطيل طوله أطول من عرضه أي من جهة الباب يفوق عرضه فلما كان بهذه هذه إذن بالنسبة لبناء إبراهيم وبناء الخليل إبراهيم كان ارتفاعه تسعة أذرع فقط ولم يكن مسقوفا وكانت الحجار بعضها على بعض وليس بينها طين ولا جص وإنما بنيا وضعا الأحجار بعضها على بعض ولم يكن البيت مسقوفا ثم بعد ذلك بنته قريش بعد طبعا أيضا عدة مراحل مر بها ترميم البيت إلى أن كان بناء قريش على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما بنوه زادوا في ارتفاعه وقصروا في طوله فأصبح ارتفاعه على الضعف ثمانية عشر ذراعا ارتفاعه وسقفوه فإذن البيت زمن الخليل لم يكن مسقوفا ثم بعد ذلك سقف كان ارتفاعه تسعة اقدام قريش بنته ورفعته فأصبح ثمانية عشر قدما ثم ابن الزبير بناه وزاد في ارتفاعه وبلغ قرابة ثلاثين قدم ثلاثين ذراع اقصد ثلاثين ذراعا فهذا الارتفاع الذي كان عليه البيت إذن تسعة اذرع ثم ثم ثمانية عشر ذراعا زمن قريش ثم ثلاثون ذراعا على زمن ابن الزبير قريش عندما بنته كما قلنا اتفقوا على ان لا يجعلوا في بنائه الا مالا حلالا لا يدخل فيه اي مال حرام لا من ربا ولا مال بغي ولا مال مغصوب فاتفقوا على ذلك فما تيسر لهم الا شيء يسير فوجدوا ان هذا المال لا يكفي لبناء كامل البيت الحلال فلذلك قصروا من بنائه والمساحة التي اقتصروها من بناء البيت هي من جهة شمال الكعبة من جهة الحجر واسم الحجر من التحجير اي وضع الاحجار النسان اذا اراد ان يحدد شيئا من الارض فيحيطها باحجار فيسمى ذاك الفعل تحجيرا لذلك سمي هذا المكان بالحجر فاذن الحجر من التحجير فقريش اقتصرت مسافة تلك المسافة تقديرها من ستة الى سبعة اذرع هذه هي مقدار المسافة التي تعتبر من الكعبة اذا فبهذا يتبين ان الركن الشامي والعراقي والركن الشامي هو الركن الذي بمحاذاة الركن الذي فيه الركن اليماني والركن العراقي هو الركن الذي بمحاذاة الركن الذي فيه الحجر الاسود واضح يعني بعد الحجر الاسود يأتين الركن العراقي ثم بعده الركن الشامي ثم بعد ذلك الركن اليماني ثم الركن الذي فيه الحجر الاسود اذا هذه مسميات الاركان الاربعة ركن الحجر الأسود ثم بعده الركن العراقي ثم بعده الركن الشامي ثم بعده الركن الذي فيه الركن اليماني فهذه الأربعة فهنا ابن عمر كان لا يستلم إلا هذين الركنين باعتبار أنهما على قواعد إبراهيم وهما ركن الكعبة وفق بناء إبراهيم أما الذي في الشمال الركن العراقي والشامي فليس على قواعد إبراهيم فلم يستلم ابن عمر هذين الركنين هذه من جهة وهو أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك معاوية في زمن خلافته رضي الله عنه عندما جاء إلى الكعبة مسح على الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس أنكر عليه ابن عباس وأن فعله ذلك ليس بصواب فقال معاوية لابن عباس ليس هناك شيء من الكعبة مهجور يعني كله يجوز استلامه فرد عليه ابن عباس برد أقنع معاوية تلى عليه قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول الله ثم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا على الركنين وإنما نحن أمرنا بأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا قال معاوية لابن عباس صدقت وترك ذلك الفعل واضح فإذن هذا النص دل على هذا الأمر وهذه الزيادة أثمرت هذه الفائدة وهو أن الإنسان ولذلك يعني الإنسان يلتزم يعني واسى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ ذلك يعني في القريب بإذن الله جل جلاله فالقصد أن البيت هذا من الأدب الذي يتعامل به الإنسان فإذن استلام الركنين فقط لأنهما على قواعد إبراهيم على قواعد إبراهيم طبعا أما بالنسبة للفضل فقد سبق الوقوف سبق الوقوف عليه بالنسبة للفضل مسح المسح على الركن اليماني وعلى الركن الذي فيه الحجر الأسود وأن المسح يحط الخطيئة أن المسح يحط الخطيئة وكما قلت سيأتينا باب الحجر الأسود ونقف مع الأحكام الشرعية المتعلقة به ولكن أيضا يعطينا دلالة على الغنيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت والأعمال الصالحة والهدي الذي يتأدب به الإنسان في هذا المكان حديث الرابع والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم حديث ابن عباس أيضا يخبر عن آية من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في بيته الحرام وهو الحجر الأسود أولا تسميته الحجر الأسود هكذا نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من لا يسميه بهذا الاسم وينطق بلفظ الحجر الأسعد فنقول وأنه يريد أن ينزهه من لفظ السواد فنقول هذا اللفظ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأتقى وهو الأعلم بربه جل جلاله وبدينه فكون النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك فالأصل في ذلك الالتزام والتأسي حتى في المسميات حتى بالمسميات فالكعبة الله سماها بذلك والبيت الله سماه بذلك والحرم الله سماه بذلك والمسجد الحرام الله سماه بذلك فلذلك الإنسان يتأدب مع الله جل جلاله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وهنا في باب الأسماء فلذلك تسميته بالحجر الأسود تسمية مشروعة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولى الثانية أن من خصائص هذا البيت أن الله اختصه بأن جعل فيه شيئا نزل من الجنة وليس في الدنيا شيء نزل من الجنة إلا ما هو بمكة شرفها الله وهذا هو الحجر الأسود ومقام إبراهيم وكل منهما ياقوتة من يواقيت الجنة وكل منهما ياقوتة من يواقيت الجنة فإذن هنا يقول أرسل الله نزل الحجر الأسود من الجنة وكان نزوله زمن الخليل إبراهيم عليه السلام كما جاء من خبر ابن عباس الصحيح أن الخليل إبراهيم جاء إلى مكة وزار ابنه إسماعيل ثم قال له يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني أن أبنيها هنا بيتا فقال له افعل ما أمرك الله به قال وتعينني قال أعينك فابتدأ في بناء البيت فكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالأحجار وكان الخليل يبني البيت ويرفع القواعد حتى إذا وصل البناء إلى مقام لا يصل إليه إبراهيم أتاه جبريل بهذا الحجر الذي هو البقام فوقف عليه إبراهيم عليه السلام ليكمل البناء وعندما وصل إلى ارتفاع مكان الحجر الأسود قال لابنه إسماعيل يا إسماعيل ائتني بحجر أضعه في هذا المكان ليكون بداية الطواف بمعنى بذلك الحجم بعد أن وصل البناء وهيأ له مكانا فذهب إسماعيل يبحث عن حجر حجمه يلائم المكان الذي رآه فعندما رجع وجد أن أباه قد أكمل البناء ووضع حجرا في ذلك المكان فأخبره بأنه جاءه جبريل وأنه جاءه بهذا الحجر فوضعه الخليل إبراهيم في مكانه وهذا الحجر عندما نزل كما جاء في الحديث كان أشد بياضا من اللبن وفي رواية أن لونه كان كلون الثلج أي أبيضا أبيضا فإذن الحجر نزل من الجنة وأن من خصائص هذا البيت أنه ليس هناك في الدنيا شيء نزل من الجنة إلا ما هو بمكة وهو الحجر الأسود ومقام إبراهيم فهذه من يواقيت الجنة جعلها الله عز وجل في هذا المكان فمن نظر إليهما نظر إلى حجر من أحجار الجنة ومن استلم الحجر الأسود فقد استلم حجرا من أحجار الجنة ومن قبله فقد قبل حجرا من أحجار الجنة وهذا الحجر هذا الحجر سيعاد إلى الجنة يرجع إلى الجنة وأيضا لأن ذاك مقره هذا واحد والأمر الثاني لأن له مهمة كما تبين لنا وهي الشهادة على كل من استلمه فإذن قوله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وصفه أشد بياضا من اللبن قال فسودته خطايا بني آدم والمقصود خطايا من استلمه من المذنبين من المذنبين الذين عصوا عصوا الله جل جلاله وارتكبوا المعاصي فكان لأثر تلك المعصية على ذلك الحجر فلذلك نؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونصدق طبعا هذا السواد الذي فيه هو سواد في مقدمته لا في كله وأن هذا الأمر تواتر النقل أنه زمن عبد الله بن الزبير وقد جدد بناء الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم وأن عددا من التابعين رأوا الحجر أثناء نقض بناء الكعبة ورأوا أن السواد في رأسه فقط وأما باطنه فلونه أبيض كبياض اللبن وأن طوله على قدر ذراع أي طول الحجر غائر في وسط بناء الكعبة بمقدار ذراع وما يظهر منه الآن إنما هي قطع صغيرة موحاط ذلك بمعجون يجمع تلك القطع إلى أصله فإذا هذا الحجر ولذلك هي مجموعة من القطع ومن يسر الله له ذلك فإنه ينتبه أن يكون تقبيله لتلك الأحجار التي هي من هذا الحجر الأسود فإذا هذا الحجر الأسود وهذا وصفه طبعا فضل البلد الحرام الذي جعل الله عز وجل فيه حجرا من أحجار الجنة أيضا وجوب الإيمان بأن الحجر الأسود نزل من الجنة أن يؤمن المؤمن لأن الإيمان يقوم على أصل التصديق وهو تصديق الله عز وجل فيما أخبر في كتابه وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الحجر من الجنة فوجوب الإيمان بذلك أنه نزل من الجنة وأنه كان بهذا الوصف أنه أشد بياضا من اللبن وأن تغيير لونه إنما هو بسبب خطايا بني آدم الذين قبلوه والذين مسحوا عليه وهم على ذنوب ومعاصي فأثرت تلك الذنوب على الحجر أيضا عظم تأثير الذنوب وأن الذنب له أثر سلبي على الأشياء فهو أثره على الحجر فكيف يكون أثر الذنب على قلب الإنسان ونفس الإنسان فإذا كان هذا أثره في الجمادات فأثره في القلوب أشد ولذلك كما قال نسلم في الحديث وهو يخبر عن القلوب وأن الإنسان كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل وإن عاد نكت فيه نكتة أخرى قال حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أبيض مثل السراج يزهر وقلب أسود كالكوز مجخيا لا تنفعه طاعة ما دامت السماوات والأرض فإذن هذا أثر الذنوب على القلوب وكذلك أثرها على هذا الحجر الأسود نعم فإذن نؤمن بذلك ونصدق والإنسان يتعامل مع الحجر الأسود بتلك القضايا الإيمانية التي بلغته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الخامس والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق أيضا هذا حديث في أمر الحجر الأسود ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق جاء من قول ابن عمر فيما ثبت عنه أنكم لا تزالون بخير مدام الحجر بين أظهركم أما إنه يوشك أن يؤتى ويعاد من حيث جيء به يعني يرجع الحجر الأسود إلى مكانه في الجنة ويكون في ذلك المكان الذي نزل منه فإذا هذا الحجر وربطنا بين هذا العود وهذا العمل الذي يقوم به في قضية الهدى وهذا ذكرته لكم بالأمس حيث أن هداية الناس جعلها الله عز وجل في هذه الأمور الثلاثة التي هي الكتاب حيث قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وحيث قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقرآن هدى والقرآن يهدي وأيضا الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بقوله وفعله وتقريره وبعد وفاته بسنته وسيرته والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة طاها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وثالث هذه الأمور التي يهتدي بها الناس هو البيت وهذا في قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فهذا الإخبار عن هذه الأمور الثلاثة التي بها يهتدي الناس وهذه الأمور الثلاثة يؤتى بها يوم القيامة لتقوم مقام الشهادة على الناس بأنها أدت دورها فالقرآن يؤتى به والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في عدة أحاديث عن حضور القرآن وشفاعته لأهله وأنه يشفع ويدافع عن أهله يوم القيامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به شاهدا وهذا نجده في القرآن في قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والكعبة هذا النص بين أيدينا قال يؤتى بالحجر أيضا ليقدم هذه الشهادة وما هي شهادته على كل من استلمه هل كان استلامه عن إيمان وعن صدق ويقين أو غير ذلك فيقدم الشهادة فإذا هذه معالم الهدى الثلاثة وهذا حضورها يوم القيامة لتقوم بالشهادة وذكرت أيضا قول ابن عمر الثابت عنه حيث قال لأصحابه وهم بين يديه في الحجر وبيده عصا يشير إلى الكعبة ويقول ستسأل عنكم وتسألون عنها فإذا هي تقوم مقام الشهادة فقوله هنا عليه الصلاة والسلام ليأتي أن هذا الحجر إذن يجاء به يوم القيامة ليقوم بهذه الشهادة فإذا فيه فضل الحجر الأسود وفيه فضل من استلمه بحق من استلمه بحق وفيه أيضا إثبات قدرة الله جل جلاله ويعد ذلك من الآيات البينات الدالة على الله وعلى العلم به سبحانه وتعالى حيث يهب هذا الحجر الذي هو جماد يهبه صفة النطق والحديث بل جعل فيه خاصية الحفظ ولاطلاع على صدق القبلة التي تخرج من الإنسان بل ومسحة اليد التي تصدر من الإنسان فأعطاه الله تلك القدرة وأن يسجل ذلك الفعل من الإنسان وهل كان بصدق أو غير ذلك ويحفظ هذا الأمر ونتخيل كم استلم هذا الحجر وكم قبله من الناس منذ أن نزل على زمن إبراهيم عليه السلام وإلى يوم القيامة فكم من الناس قبلوا ذلك الحجر أو استلموه والحجر حفظ ذلك لكل واحد منهم وسيؤدي تلك الشهادة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فإذن إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر ثم وجوب الإيمان بهذه الحقيقة الغيبية التي ذكرت في هذا الحديث والإيمان يقوم على ستة أركان أحدها ومن محاورها الرئيس الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب بما أخبر الله عز وجل به أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم به مما لا ترى مما لا ترى فأنت تؤمن ولذلك العلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وهذا نجدها مصطلحات ثلاثة في القرآن فعلم اليقين هو هنا علمك بأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأنت لم تره فتؤمن بذلك وتصدق كأنك رأيته كأنك رأيته لذلك الصديق سمي بالصديق أن قريش بعد ليلة الإسراء والمعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالإسراء فجاءوا فريحين إلى الصديق وقالوا له هل سمعت ما قال صاحبك قال وما قال قالوا قال أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة ونحن نحتاج أن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وهو يقول أنه رجع في نفس الليلة فقال لهم أقال ذلك قالوا نعم قال إن كان قال فقد صدق إن كان قال فقد صدق وهو بعد لم يسمع ذلك منه فإذن هنا قضية الإيمان بالغيب فهذا هو علم اليقين عين اليقين إذا رأى الإنسان الشيء بعينه ولم يباشره بجوارحه ولم يباشره بجوارحه فهذا يسمى عين اليقين وحق اليقين إذا خالطت جوارحك ذلك الشيء فيكون حق يقين لذلك علم اليقين إخبار الله عز وجل لنا عن الجنة فإيمانك بهذا الأمر علم يقين إذا وضع الإنسان في قبره تفتح له نافذة على الجنة فيرى ماذا أعد الله عز وجل له فهنا يسمى هذا عين يقين فإذا ما أكرم ودخل الجنة وشرب من مائها وأنهارها وأكل من ثمارها هذا ماذا نسميه حق اليقين فلذلك المطلوب هنا شرعا هو علم اليقين أن تتيقن بأن ذلك كائن لا محالة وتصدقه كما أنك تنظر إلى رجل أمامك فهذا هو علم اليقين فإذن الإيمان بهذه الحقيقة الغيبية المذكورة في هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى تعظيم هذا البيت الذي جعل الله فيه هذه الآيات البينات فيكون هذا الأمر طريقا لأن تجد في نفسك هذا التعظيم والإجلال لهذا المكان الذي الآن بهذه الأحاديث المتتابعة تزداد عظمة هذا البيت في نفس الإنسان تعلم مكانة البيت إذا علم ارتباطه بالأنبياء إذا علم أن هذا الحجر من الجنة إذا علم أن هذا الحجر نزل بهذا الوصف ثم كيف تأثر بذنوب بني آدم وإذا علم أنه يقوم بهذه المهمة العظيمة وهي رصد كل من قبله ويرصد أيضا هل ذلك الاستلام كان عن إيمان أو غير إيمان ويحفظ ذلك لكل أحد على مر التاريخ السابق وعلى مر الزمن القادم وأنه سيقدم تلك الشهادة بين يدي الله فهذا الإيمان هو علم اليقين الذي به يصدق إيمانك لذلك المجيء إلى البيت أيضا معلم من معالم صدق الإيمان بالنسبة للإنسان الذي يأتي ويتعلم ذلك فهو إلى أي مدى يجد هذا الصدق في قلبه واليقين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا قول عمر رضي الله عنه الذي يعطينا هذا المنهج عندما قال للحجر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك نعم الحديث السادس والعشرون عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله الزبير بن عربي التابعي تلميذ ابن عمر يروي هذا الخبر قال سأل رجل ابن عمر فكان ابن عمر له حلقة درس في المسجد الحرام ويجتمع الناس حوله ويعلمهم ويفتيهم فجاءه رجل يسأله فتوى عن استلام الحجر الأسود ما هي السنة فيه يعني ما هي السنة في التعامل مع الحجر الأسود فابن عمر ينقل له شيئا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منهج عظيم لأن المسلم يتربى إسلاما وإيمانا على أنه إن جاءه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا التأسي والعمل ويضبط فعله بفعله صلوات الله وسلامه عليه فيعتبر أن ذلك كاف في الفتوى أن يقول له وينقل له فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بسؤاله فالآن الرجل يسأل عن استلام الحجر الأسود كيف يكون فماذا قال ابن عمر قال رأيت بمعنى أنني لا أنكل عن قول أحد وإنما شيء رأيته بأم عيني أخبرك به قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله الاستلام ماذا يقصد به أن يضع يده على الحجر الأسود ويمسح ثم يقبل المكان الذي لامس الحجر الأسود إذا لم يتيسر له لو كان معه شيء لا مانع آن ذلك لو كان مع الإنسان عود فوضعه على الحجر فلمس الحجر وقبل عليه فأيضا هذا مسنون واضح إذا هذا الاستلام الاستلام إما أن يكون باليد وإما أن يكون بواسطة كعصى لو فعل ذلك فأيضا جاز ذلك فإذا هذا الاستلام وأن يستلم وأن يستلم المكان الذي لامس الحجر الأسود وهذا منقول عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الاستلام قال ويقبله والقبلة تكون بالفم فيقبل الحجر بفمه إذا إما هذا الفعل وإما هذا الفعل الثاني عند اليسري والأول عند الازدحام والأول عند الازدحام وعبد الرحمن بن عوف كان إذا جاء عند الحجر في أغلب أحواله يستلم ويمشي وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب عبد الرحمن بقوله بالطريقة التي يفعلها وهو أنه إن وجد زحاما استلم ومشى ولا يزاحم على التقبيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أحسنت في فعلك حيث أنك لم توذي غيرك غيرك بي المزاحمة ويسعك أنك استلمت وقبلت المكان الذي لامس الحجر الأسود فإذا هذا الاستلام وهذا التقبيل فعندما نقل ابن عمر هذا الجواب للرجل قال الرجل أرأيت إن زحم إذا جيت والناس دفعوني وما استطعت ماذا أفعل أرأيت إن غلب يعني دخلت واجتهد ثم بعد ذلك ما استطعت أن أصل قال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن يعني اتركنا من هذه الكلمة أنا أخبرك بما رأى أنت سألتني عن الهدي في هذا الباب فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهذا فيه تربية وتعليم أن الإنسان إذا بلغه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبادر إلى فعله بعزم ورغبة صادقة فإن يسر الله له ذلك الأمر أجر ويكون عزمه وصدقه عونا له على إنجاز العمل وإذا وجد ما يصرفه عنه أجر على قدر نيته فلا يحرم الإنسان نفسه فاذهب إلى العمل بعزم وبرغبة صادقة أنت يسر لك ذلك الفعل فالحمد لله تحقق ما أرد وأجرت عليه وكان العزم الصادق عونا لك على الإنجاز ما تيسر لك ذلك الأمر كان أجرك على نيتك ونية المرء أبلغ من عمله فلذلك هنا تعليم ليس فقط لقضية الحجر وإنما هذا تعليم للإنسان في كل أعماله لا تذهب للعمل المشروع وأنت متردد مثلاً إنسان يريد أن يذهب للصلاة قال والله ما أدري صلوا ولا ما صلوا المسجد مفتوح ولا مغلق ويظل يتردد ولا يذهب لكن اذهب إن وجدت الناس لم يصلوا فالحمد الله كسبت الجماعة إن انتهى الناس أجرت على خطواتك وعلى نيتك فإذا هذا النص حقيقة توجيه للإنسان أنه ينطلق في الأعمال الصالحة بعزم لا بتردد فإن التردد يجعل إنسان يحجم عن فعل الطاعة ذلك وخصوصاً إبليس إذا فتحت له هذا الباب وسوس في نفسك ومن ثم كم من أعمال سيحرمك منها ويدخل عليك باب التردد فلذلك ابن عمر أعطى لهذا السائل هذا التوجيه حقيقة التربوي الصحيح وهو أن الإنسان ينطلق نحو الأعمال الصالحة بعزم بعزم أكيد إلى إنجاز تلك الأعمال فيقول اجعل أرأيت باليمن ويخبره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضل عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إذن هذه السنة التي أيضاً من يتعامل بها مع الحجر الأسود وهو استلامه وتقبيل اليد حيث لامست حيث لامست الحجر الأسود وهنا طبعاً روى ابن جريج قال قلت لعطاء وعطاء عالم مكة مكة وهو أعلم أهل مكة بالمناسك ولذلك كانوا يقولون لا يفتأ وعطاء موجود فكان عالم مكة في هذا الباب فقيل له سئل عطاء هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا أي الحجر الأسود قبلوا أيديهم فقال نعم رأيت جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم قال قلت وابن عباس قال نعم أي هذا العدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يتعاملون في تقبيل الحجر الأسود بهذه السنة النبوية أنه إذا لم يتيسر للإنسان التقبيل فإنه يستلم الحجر بيده ويقبل المكان الذي لامس الحجر وأيضاً ورد ذلك عن التابع عروة ابن الزبير قال ما رأيت أبي استلم الحجر إلا قبل يده وكذلك نقل عن معمر قال لم أرى أحداً إلا وهو يقبل يده وأدركنا الناس على ذلك فإذن هذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل من بعدهم من التابعين وهو أن من استلم الحجر الأسود بيده فإنه يقبل يده التي لامست الحجر الأسود وهذا طبعاً فيه دلالة على فضل الحجر الأسود وفيه بيان مشروعية استلام اليد بعد استلام الحجر الأسود وأيضاً تقبيل اليد بعد ذلك فهذه إذن سنة وهدي في طريقة التعامل مع الحجر الأسود وفيه أيضاً ذلك دلالة على فضل المسجد الحرام الذي جعل الله عز وجل فيه هذه الآية التي هي الحجر الأسود والتي كما مر معنا أنه أي الحجر حجر من أحجار الجنة حديث الثامن والعشرون عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية حديث سويد بن غفلة وهو تابعي سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي من كبار التابعين مات سنة ثمانين للهجرة ينقل لنا شيئاً رآه من فعل الخليفة الراشد عمر بالحجر الأسود وهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى الحجر الأسود فقبله والتزمه أي بيديه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا فنأخذ أول ما نأخذ من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يعظمون شيئاً إلا ما عظمه الشارع الحكيم سبحانه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الاحتفاء وهذا التبجيل الذي كان من الخليفة عمر رضي الله عنه أرجعه إلى أي شيء أرجعه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفياً أي معتنياً بشأن الحجر أي معتنياً بشأن الحجر يعني يتعامل معه بهذه الحفاوة وبهذا التقديس فعندما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأسى به فتأسى به رضوان الله عليه فإذا نأخذ منه هذا الأصل العظيم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدسون ولا يعظمون من الأشياء إلا ما عظمه الشارع الحكيم فلذلك هم يتبعون ولا يبتدعون في هذا الباب ولذلك عندما فارق الناس هذا الأدب وهذا المنهج وهذه الطريقة التي كان عليها الصحابة ماذا حصل بعد ذلك من الانحراف الذي وقع فيه كثير من الناس وتوسعوا في هذا الباب ولذلك هذا الباب لا يقاس عليه لا نقول أرسلم قبل الحجر الأسود إذن نقبل كل أحجار الكعبة ثم بعد ذلك يمتد إلى غير ذلك وإنما يكون فعل الإنسان هو التأسي والالتزام فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالحجر إذن الأمر متوقف على هذا الفعل الذي كان منه صلى الله عليه وسلم فإذن هذا أصل عظيم وهو امتثال هذا الهدي النبوي وعدم تجاوزه وخصوصاً في مثل هذا الأمر لأن التوسع فيه يفضي إلى قضايا هي من الشرك فيكون الإنسان محتاطاً في هذا الباب أيضاً نأخذ منه فائدة عظيمة أخرى وهي حق العلم التعليم فعمر رضي الله عنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل المتعلق بالحجر الأسود ثم قام بالفعل أمام الناس ونقل ذلك قولاً للناس فعلمهم فعلمهم وهكذا ينبغي لأهل العلم ولمن سمع هذا العلم أن ينقله كما فعل عمر رضي الله عنه فإذا حق العلم التعليم حق العلم التعليم ولذلك كان أهل هذا البلد الحرام يعلمون أولادهم ويربونهم على أن ينقلوا هذا العلم للناس ولذلك يقول ابن رشيد الفهري أحد علماء الأندلس في القرن الثامن يقول طبعاً قدم للحج وألف كتاباً في رحلته إلى الحج ذكر من ضمن ما ذكر فيه عندما قدموا إلى مكة قال فتلقانا أهلها وأطفالها متعلقين بالناس يعلمونهم المناسك ويهدونهم المسالك وقد درب صبيانهم على ذلك فإذن هذا الأمر وهو أن هذا العلم المتعلق بالبيت ينبغي أن يشيع في الناس وأن يكون علماً معلوماً عند الناس وخصوصاً من وفدوا إلى هذا البيت فلذلك نقول هذا أدب نأخذه من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فإذن فيه هذا النص فيه فضل الحجر الأسود فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود ومعانقته يعني كما ذكر ذلك يعني أهل العلم أيضاً الاعتناء بشأن الحجر الأسود وأن المقصود من تقبيل الحجر الأسود إنما هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه ونأخذ أيضاً احتفاء حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتفاؤهم بالحجر الأسود واحتفاؤهم بالحجر الأسود فإذن هذه فوائد نأخذها من هذا النص النبوي نعم الحديث التاسع والعشرون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحير فقال صلي في الحير إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوه الكعبة فأخرجوه من البيت هذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه تروي هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث فوائد وفوائد عظيمة قالت كنت أحب أن أدخل البيت والبيت المقصود به الكعبة الشريفة أي أنها تريد أن تصلي في داخل الكعبة في جوفها فهي ترغب في هذا الفعل وهذا يعني تلك التربية التي تلقتها رضي الله عنها في بيت النبوة وربتها على العبادة والطاعة والرغبة أيضا في الغنم العظيم والاستزادة من فعل الخير فلذلك كانت هذه رغبتها رضي الله عنها وأرضاها وأيضا نأخذ من إعانة الرجل أهله على طاعة الله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلبت ذلك زوجه عائشة رضي الله عنها أعانها على تحقيق ذلك المراد فيما هو متاح ومتيسر فكان عونا لها على الطاعة كان عونا لها على الطاعة تقول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وفيه أيضا إتيان النساء إلى المسجد ودخول المسجد والصلاة فيه خصوصا هذا البيت الحرام قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر أي أخذ بيدها حتى أدخلها إلى الحجر وقال لها صلي في الحجر وهذا أيضا يعطينا دلالة على أن اسم هذا المكان الذي هو في شمال الكعبة المكان المفرغ يسمى بالحجر هذا اسمه وإضافة حجر إسماعيل هذا ليس وارد إضافته إلى إسماعيل لأن الحجر متى كان كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان زمن قريش ولم يكن هذا التحجير موجود زمن إسماعيل إذ زمن إسماعيل كان البيت كاملا مبنيا فالحجر إنما كان زمن قريش فلذلك تسميته في الشرع بالحجر وهكذا الذي جاء في نصوص الشارع بالحجر وعرفنا أن تلك التسمية إنما هي لأجل الأحجار التي وضعت لتبين مساحة الكعبة وهو الجزء الذي قصرت قريش عن بنائه وقلنا أن تلك المسافة قدرها أهل العلم أنها على قدر ستة أذرع ومنهم من قاء بعض الروايات أنها سبعة أذرع فهذا هو القدر الذي من البيت الذي من البيت والذي هو في الحجر فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان وقال لها إن أردت دخول البيت أي كلما أردت أن ونفسك تاقت لأن تصلي داخل البيت فادخلي في هذا المكان وصليه وهو أيضا يعطي دلالة على جواز الصلاة فيه من الرجال والنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عائشة وصلت فيه وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم صلوا فيه وأما الأجر في الصلاة فيه داخل الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تبيننا في حديث سابق أنه صلى داخل الكعبة وصلى باتجاه الأركان الأربعة كلها أما من صلى في الحجر فلا يصلي إلا إلى جهة الكعبة فتكون الكعبة أمامه فيصلي بهذا الاتجاه فقال قالت فأدخلني الحجرة وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت أي قطعة من الكعبة ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة أي أنهم أنقصوه كما قلنا لأنهم اتفقوا أن لا يجعلوا في بناء الكعبة إلا المال الحلال فلا يدخل فيه مالا من ربا ولا مال بغي وأي شيء ولا مال غصب فلذلك لم يبق عندهم بعد هذا الاشتراط إلا شيء يسير فلذلك قصروا بناء الكعبة وأنقصوا السبعة الأذرع منها وبنيت وبنيت الكعبة قال فأخرجوه من البيت على هذا الأساس من طاف لا يطوف من داخل الحجر وإنما يطوف من خارجه لأن من طاف من داخل الحجر يكون قد طاف بجزء من الكعبة وليس بكل الكعبة وأيضا الصلاة في داخل الحجر تكون النافلة أما الفريضة فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الفريضة تكون خارج الكعبة أي ليس في داخلها فإذن الصلاة في داخل الحجر وفي داخل الكعبة إنما هي النفل النفل من الصلوات فإذن نأخذ من هذا الحديث أن الحجر جزء من البيت وهو مقدار سبعة أذرع منه على وجه التقريب كما أفادت الروايات في هذا الباب أن الصلاة في الحجر مثل الصلاة في الكعبة أيضا أن الطواف يجب أن يكون خارج الحجر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الطواف يكون حول البيت والحجر جزء من البيت فلا يصح الطواف من خلال الحجر وإنما من خارج الحجر أن السبب في عدم إدخال الحجر في بناء البيت كما ذكر أنهم أرادوا أن لا يدخلوا في بناء البيت إلا الطيبة من أموالهم وأيضا إعانة الرجل أهله على الطاعة والعبادة على الطاعة والعبادة وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على الصلاة داخل الحجر متى ما تيسر للإنسان ذلك وقد جاء عن ابن عباس وصحى عنه كما أخرج ذلك الأزرق بسند صحيح أن ابن عباس كان يرغب الناس في الصلاة داخل الحجر وكان يقول لأصحابه صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار قيل وما مصلى الأخيار قال تحت الميزاب قيل وما شراب الأبرار قال ماء زمزم ماء زمزم فإذن هذا ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الثلاثون عن جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه وقال بن عباس رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس رأيت ابن عمر رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه هذا يسموه الحديث المسلسل حيث كل صحابي ينقل القول ويفعل الفعل فإذن عمر رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فهو ينقل الفعل ويفعل الفعل في نفس الوقت فإذن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل وسجد على الحجر فلذلك بعد ذلك هو فعل قال للناس لمن حوله هذا القول ينقل لهم ما رأاه ينقل ما رأاه ثم يفعله أمامهم فيقول أن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه فعل ذلك وهو ماذا أنه قبل الحجر بفمه وسجد عليه بجبهته ثم فعل كما رأى ابن عباس ينقل ذلك عن عمر قولا وفعلا قولا وفعلا ثم من بعده أيضا ينقل ذلك قولا وفعلا فهذه إذن تسلسلت هذه الكلمة لتروي لنا حكاية سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود بأن وضع جبهته الشريفة عليه بعد تقبيله وأن أصحابه رضوان الله عليهم اقتدوا به في فعله فسجدوا عليه لسجوده صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت تنقل هذه الشريعة المباركة تنقل هذه الشريعة بهذه العناية الفائقة فهو رأى فلذلك يحكي ما رأى ويفعل كما رأى وينقل ذلك بهذه الكيفية فإذا هذا تعليم عظيم ووجدناه الآن من فوائد هذا البيت أننا نجد مثل هذا العلم وأنه كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون في التعامل مع هذا البيت بالتأسي والاقتداء وعدم الابتداء خصوصا في هذا الباب لأن التوسع فيه يدخل الإنسان في محل إشكال فلذلك نجد الآن هذا الحرص ابن عمر ماذا كان يقول لنا رأيت رسول الله يفعل ذلك اجعل أرأيت باليمن أنا أنقل لك ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس مع معاوية يقبل معاوية يمسع على الركن الشامي والركن العراقي ابن عباس يقف له لم تفعل شيء وأنه ليس من السنة أن تفعل ذلك يقول معاوية ليس هناك من البيت شيء مهجور يوقفه ابن عباس أولا مع الأصل العظيم في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم ما رأيت رسول يقبل إلا هذين الركنين لا يسع معاوية إلا أن يقول ماذا صدقت وينقاد للهدي النبوي إذن هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم نتعلمه من خلال هذه النصوص التي رأينا فيها كيف كان موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر البيت فإذن نخرج من هذا النص بهذه الفائدة العظيمة أن الأصل في العبادة التأس للإجتهاد الأصل في العبادة وإقامة الشعائر التأس للإجتهاد وأيضا نأخذ مشروعية تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه وذلك الآن صار عندنا كم سنة مع الحجر الاستلام باليد الاستلام بحائل ثم التقبيل بالفم ثم كذلك السجود عليه فإذن هذه كلها من الهدي النبوي في التعامل مع الحجر الأسود ونأخذ منه حرص السلف على أن يتأسوا على أن يفعلوا بالحجر الأسود كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلوا به ثم أيضا نأخذ نفس الفائدة وهي حق العلم التعليم كما رأينا في النص الأول ماذا فعل عمر وكذلك هنا ماذا فعل عمر ومن بعده فإذن يكون حق العلم التعليم حق العلم التعليم طبعا قضية السجود كما وردت هنا في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك نقل هذا الفعل عن عدد من التابعين من ذلك طاوس ابن كيسان اليماني الإمام التابعي أيضا عالم مكة مما نقل عنه أنه إذا وجد الركن أي الحجر الأسود إذا أطلق الركن فالمقصود به الحجر الأسود كان طاوس إذا وجد الركن خاليا قبله ثم سجد عليه وقبله وسجد عليه وقبله وسجد عليه أن يكرر ذلك ثلاث مرات فكان طاوس يفعل ذلك قال ابن المنذر وأجمع على أن السجود على الحجر جائز أجمع على أن السجود على الحجر جائز لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأسى به أصحابه رضوان الله عليهم من بعده نعم الحديث الحادي والثلاثون وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة طواف من الحجر إلى الحجر وصلى رقعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام سبق معنا الوقوف مع ترجمته أيضا يروي حديثا في هذه الأربعون المكية أن النبي صلى الله عليه وسلم رمال ثلاثة أطواف وهو الإسراع في المشي مع هز المنكبين تقارب الخطى مع هز المنكبين فهذا هو الرمل وطبعا يشرع الرمل في طواف القدوم في طواف القدوم ويكون في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف إذن هذه السنة في هذا الفعل في هذا الفعل فيقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمال ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر أي من الركن الأسود إلى الركن الأسود أي ثلاثة أشواط كاملة كان منه ذلك وصلى ركعتين هو الآن يخبر أن الرمل حدث منه في الثلاثة الأشواط الأولى فقط وليس في كل الطواف بعد أن انتهى من طوافه صلى ركعتين والسنة أن تكون خلف مقام إبراهيم كما تبين لنا إن تيسر للإنسان ذلك وإن لم يتيسر ففي أي مكان في المسجد الحرام لكن النبي سلم بعد أن انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر عاد إليه أي فقبله وهذا يعطي دلالة على أن التقبيل والاستلام لذلك هنا قضية ننتبه لها الإنسان يطوف سبعة أشوار لكن كم مرة يستلم الحجر ثمانية لأنه يبتدئ بالحجر وينتهي إلى الحجر وكلما مر إلى الحجر وهو جزء من الطواف سيستلم ويكبر أو يشير فلذلك يكون تمانية إشارات بالنسبة للحجر في طوافه فالنبي فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الركعتي ركعتي الطواف رجع إلى الحجر وقبله ثم ذهب إلى زمزم إلى بئر زمزم فشرب من زمزم وصب على رأسه أي من ماء زمزم ثم رجع فاستلم الركن وهنا مسألة وهي قضية استلام الحجر فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من طوافه رجع إلى الحجر مرتين وقبله مرتين بعد انتهائه من طوافه ولذلك كان طاوس رحمة الله عليه إذا كان في المسجد الحرام وأراد الخروج أتى الحجر وقبله ثم خرج فيعني ذلك مشروعية تقبيل الحجر من دون طواف مشروعية تقبيل الحجر من دون طواف فإذا فشرب منه وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا وهذا في حجة الوداع هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ماذا يقصد يقصد الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله بمعنى أنني سأبدأ السعي من الصفا حيث أن الله عز وجل ابتدأ بذكر الصفا ثم المروة فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله ونأخذ منه أيضا الأدب مع نص الشارع الحكيم وأن يقدم الإنسان ما قدمه الشارع الحكيم فنص الآية جاء التقديم بالصفا فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به فالصفا والمروة من معالم المسجد الحرام وهما من إرث أبينا إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه وقد سعت بينهما أي بين الصفا والمروة هاجر عليه السلام في قصة بناء البيت وعليه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله فدعى أفراد قريش وكان ذلك بعد أن وقف على الصفا ونادى فيهم كما جاء في كتب السيرة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ارتقى على جبل الصفا وكان الذكر الذي نقل عنه وأنه قاله وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فهذا الذكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتقى على جبل الصفا قال هذا الذكر ومثله أيضا قاله عندما وصل إلى جبل المروى وارتقى عليه كرر هذا الذكر الذي ذكرته الآن فإذن نأخذ من الحديث أن الحجر الأسود بداية الطواف والطواف يبتدئ من الحجر الأسود لا من قبله ولا من بعده فالحجر الأسود هو بداية الطواف أيضا مشروعية ركعتين الطواف بعد الفراغ منه وثالثا يشرع الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى جميعها أي من الحجر إلى الحجر وأيضا نأخذ من النص سنية استلام الحجر وتقبيله بعد الفراغ من ركعتي الطواف وبعد شرب ماء زمزم قبل الشروع في السعي فإن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا وأيضا أن ابتداء السعي إنما يكون من الصفا لابتداء الله به في كتابه الكريم حيث قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حيث كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم فإذن هذه من الفوائد التي في هذا النص ونكتفي بذلك ونكمل بإذن الله عز وجل في الغد وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين